جماعة في اشياء كثيرة رح نتكلم عنها في خطر هائل يحوم في الخلفية شيء ناس كثير مش منتبهن له حاليا لانه الازمة اللي شفتوها معاي البنوك ربما ترجع بشكل قريب جدا اكثر من المتوقع وايش رح يكون معنا هذا الشيء لفضاء الكريبتو وايش رح يكون معناه للأسواق التقليدية جماعة تأكدوا بينكم تظلوا معاي لهذا الشيء وكمان رح نتكلم عن اخر المعلومات اللي طلعت من الفيدرالي ايش اللي رح يعملوه هل رح يرفعوا معدل الفائدة او هل رح يتركوه عند نفس المعدل ونفس المستوى رح نتكلم عن هجوم ضد الديفاي ورح نتكلم عن كامرون وينكل فوس في الواقع يوشي بديجتال كيرنسي جروب بيري سيلبرد والف بي اي حاليا يسعوا خلف ديجتال كيرنسي جروب فاشياء كثيرة جماعة رح نتكلم عنها اليوم فاذا انت داخل بأي شكل من الاشكال في فضاء الكريبتو فاتأكد بينك تجيو في هذا الفيديو مرحبا بكم مرة اخرى اسم منصور قدم لكم فيديوهات عن الامنات الرغمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على ارباح من هذا السوق اذا انت جديد على هذه القناة اضغط لازل الاشتراك وفاعل الجرس الان طيب بالنسبة للبيتكوين على فريم الاربع ساعات تقدروا تشوفوا هنا بانه حصلنا على شوية ارتفاع وتقدروا تشوفوا بانه ارتفعنا بشكل مباشر الى خط الاصفر هنا في الاعلى وتقدروا تشوفوا كيف انه مستوية الدعم والمقاومة حاليا هنا واضحة جدا وكيف انه البيتكوين يحترم كل هذه المستويات تقدروا تشوفوا هنا بانه كل مرة نهبط فيها هنا الى هذا الخط الاحمر نحصل على ارتداد وارتفاع محترم للبيتكوين والان في هذه المرة حصلنا هنا على ارتفاع الى مستوى المقاومة اللي بعد كذا وهو عند هذا الخط البرتقالي 26400 دولار فحصلنا هنا على شوية رفض خلونا نشوف هل راح يكون هنا فقط هذا يعني مجرد راحة وبعدها راح نحصل على ارتفاع ومحاولة اخرى للأعلى ولكن ايش السبب لهذا الارتفاع طيب لحظت هنا بانه الاسواق التقليدية حصلت على ارتفاع هاله هنا تقدروا تشوفوا هنا في اسواق الفيوترز في هنا هذا الفراغ الكبير وهذا معناته بانه هنا بين هذه المسافة لما كان السوق مغلق تقدروا تشوفوا هنا لسبب معين فتحات الاسواق التقليدية عند مستويات عالية جدا فيعني حصلت هنا اشياء بوليش حصل هنا زخم ايجابي بوليش للاسواق التقليدية حاليا وهذا كان معناته بانه كمان بوتات التداول التبعي ضربت هنا احد بوتاتي وهو بوت الاثريوم السريع هنا وصل الى مستوى اخذ الارباح حاليا الان هنا مرتفع ب15% فيعني مش سيء جدا في هذا البوت ولكن نعم تقدروا تشوفوا هنا بانه معظم البوتات حاليا لسه متماسكة بهذه الصفقات طبعا اقتربت بشكل كبير جدا من مستوى اخذ الارباح ولكن كان لازم ترتفع اكثر شوية هنا علشان يتم الوصول الى مستوى اخذ الارباح طيب فين كانت هذه الاهداف كان هنا في البيتكوين بوت البيتكوين السريع كان عند مستوى 26580 دولار وارتفعنا هنا وكان الفرق فقط 100 دولار من هذا الهدف وكمان هنا نفس الشيء في هذا البوت اللي هو بوت البيتكوين البطيء تماما عند نفس المستوى وبالنسبة للإيثيريوم 1685 دولار و1680 دولار طيب فهذه هنا مستويات اخذ الارباح لبوتات التداول فرح نشوف اذا حصلنا هنا على ارتفاع اخر ب500 دولار فبعدها رح نشوف معظم هذه الطلبات تم تنفيذها وتم اخذ الارباح وبدأت بدورات جديدة فهذه هنا اشياء جيدة لبوتات او استراتيجيات التداول طيب ولكن في بعض الاشياء كمان هنا الاخرى المهمة اللي لازم نكون منتبهين لها حاليا الفيدرالي امس قدموا بعض المعلومات او قدموا بعض التواصل هنا في هذه التويتات وببساطة هذه التويتات توضح بانهما يعني هذه التويتات تقول بانه البيانات تبدو جيدة لهبوط ناعم وهذا ببساطة معناته بانهما عايزين يعني يهبط ويتضخم بدون تدمير الاقتصاد بشكل كامل هذا هو الهبوط الناعم طيب واذا شفتم هنا عن ايش اللي يتوقعوا السوق كمان فالسوق كمان مؤمن بالهبوط الناعم لانه 93% يعتقدوا ويؤمنوا بانه ما راح يكون في زيادة في معدل الفائدة و7% يعتقدوا بانه راح يكون في ارتفاع لمعدل الفائدة بنسبة 0.25% فيعني معظم السوق حاليا يتوقعوا بانه راح نظل عند نفس المستوهنة من ناحية معدل الفائدة وبعدها التضخم راح يهبط والفيدرالي راح يبدأ بتنقيص معدل الفائدة وهذا كمان يتوافق مع اللي قاعد يقول الفيدرالي طيب ولكن في بعض البيانات اللي تطلع حاليا وهذه راح تكون مهمة ومشوقة جدا وهذه كمان خطيرة جدا للسوق طيب ان تعرفنا جماعة بانه كان في عندنا ازمة مصرفية قبل يعني سنة او شيء زي كذا والازمة المصرفية قادت الى انه بعض البنوك الكبيرة تفلس ولكن كمان في بعض هذه البنوك اللي تم إنقاذها وليش تم إنقاذ بعض هذه البنوك ببساطة لانهما حصلوها على اموال من الفيدرالي فيعني قدروا بانهما يقترضوا بعض الاموال من الفيدرالي فيعني كانوا قادرين بانهما يعني يتجنبوا الافلاس طيب واذا شفنا هنا على مؤخرا طبعا يعني فقط اذا شفنا على الاسبوع الماضي فالبنوك اقترضت 328 مليون دولار والان اقترضوا 108 مليار دولار فالازمة المصرفية لسه ما انتهت فقط تم ترقيعها بالقدرة على اقتراض الاموال واذا شفت الافتي اكس ففلسوا لانه ناس كثير سحبوا اموالهم في وقت واحد وسيلسيس انهارت لانه ناس كثير سحبوا اموالهم في وقت واحد وهذا هو اللي قاعد يحصل في هذه البنوك ولكن الفرق الوحيد وهو انه الفيدرالي هنا تدخلوا وسمحوا لهم بانهما يقترضوا اموال وطبعا هذا هنا مش مجاني لازم بانهما يدفعوا 5.5% علشان يقترضوا من الفيدرالي طيب فهذا هنا بكل تأكيد شيء غير ثابت او مستقر وهذه البنوك راح تفلس اذا استمر هذا الشيء لانه الناس قاعدين يسحبوا اموالهم من هذه البنوك بشكل جنوني وليش؟ لانه ليش راح يخلوا اموالهم في البنك ويكسبوا واحد بالمية او اثنين بالمية في الوقت اللي يقدروا فيه يحصلوا على 5% هنا في هذا طبعا هذا هنا اكثر تشارت مهم حاليا وهذا اللي اقتلكم يا من قبل هذه هنا العائدات على السندات الحكومية فحاليا تقدروا تشوفوا هنا بانه احنا عند 5% في السندات الحكومية للسنتين فانت الان قادر منك تكسب بدون اي مخاطرة من الحكومة من الحكومة الامريكية 5.3% بدون اي مخاطرة على دولارتك فيعني ليش راح تخلي اموالك في البنك فقط خذها وحطها هنا في السندات الحكومية وراح تكسب هذه الاموال طبعا وهذا اكيد معناته انه ناس كثير راح يسحبوا اموالهم في وقت واحد وهذا طبعا راح يسبب هذه المشاكل للبنوك طيب ولكن في نهاية اليوم معادل الفائدة المرتفع يعني قاعد في الواقع بشكل كبير يحطم النظام فيعني مستحيل بانه تضل عند هذه المستويات لفترة طويلة جدا ولكن الشيء الوحيد وهو انه ايش لا راح يتحطم اول شيء هل يتضخم هل راح ينخفض التضخم الى معدلات ومستويات معقولة علشان يبدأ الفدرالي بتنقيص معدل الفائدة ولكن اذا ما عملوا هذا الشيء اذا استمروا بترك معدل الفائدة عند هذه المستويات العالية فبالتأكيد نعم في النهاية راح ينخفض التضخم ولكن هذا الشيء راح يكون على حساب هذه البنوك لانها تنهار وتفلس فهذا هو يا جماعة الشيء المهم كمان اللي لازم نراقبه حاليا لانه اذا البنوك بدعت بالحصول على مشاكل جنونية فالفدرالي لازم بانهما يعني راح يتجهوا الى تنقيص معدل الفائدة او طباعة الاموال او اي شيء اخر لازم انهما يشوفوا حل فهذا الشيء يا جماعة راح نكون مستنيينه ومراقبينه عن كثب وفي الوقت اللي راح نحصل على تحديثات جديدة بخصوص هذا الشيء فأكيد راح أغليكم ولا يطلاع فتأكدوا بانكم تشتركوا في القناة وتفاعلوا الجرس هذا اكثر شيء مهم حاليا علشان تحط عينك عليه العايدات في هذه السندات ومعدل الفائدة هو اللي قاعد يحصل مع البنوك طيب شيء مهم اخر هو انه النفط الخام انتوا عارفين بانه منتجي النفط الخام اللي هو السعودية والامارات وروسيا كمان يعني الدول اللي تنتج النفط نقصوا كمية انتاجهم شوية فيعني في هذه السنة نقصوا معدل انتاجهم وهذا معناته بانه احتمال كبير بانه سعر النفط راح يرتفع كمان لانه امريكا نقصت عندهم كمية النفط يعني المخزون عندهم اللي احتياطيه نقص والان عند نفس المستوى اللي كان عليه في ثمانينات 1980 فيعني قاعدين يستخدموا مخزونهم في امريكا ولكن هذا على وجهك بانه ينضب ففي النهاية اكيد راح يضطروا بانهما يحصلوه على النفط من اي مكان اخر يعني لازم بانه هما راح يشتروه وهذا راح يرفع سعر النفط للأعلى والنفط اذا انتو مش عارفين فببساطة مستخدم في كل شيء حاليا فيعني اذا ارتفع معدل النفط او سعر النفط فهذا بكل تأكيد راح يقود الى ارتفاع في كل الاسعار وفي كل الخدمات وهذا راح يكون معناته بانه اتضخم يعني في الواقع ممكن يبدأ بالارتفاع فهذا هنا كمان شيء مهم جدا لازم نحط علنا عليه احنا الان قاعدين نعيش اوقات جنونية جدا وجماع قبل ان انهي هذا الفيديو اذا عايزين تستخدم استراتيجيات الداول هذه هنا او اذا عايز الداول فتأكد بانك تروح الى صندوق الوصف لهذا الفيديو انت قادر بانك تحصل على بونس اذا عايزين الى 60 الف دولار من الوكي اكس اضغط على هذا الرابط اضغط على جوين ناو انضم الان وكمان على الوابط تقدر تحصل على بونس اذا عايزين الى 30 الف دولار عن طريق هذا الرابط طيب الآن خلونا نكمل في هجوم على الديفاي الـ CFTC تسعى خلف اوبن واثنين بروتوكولات اخرى وطبعا هذا يعني مش شيء ضخم بنفسه ولكن الشيء الضخم هو الكلام اللي استخدموه فالـ CFTC قالوا بانه يعني مش فقط بانهم راح يعملوا بلوك لهذه هنا الشركات للمستخدمين الامريكيين ولكن ممكن انهم كمان يسووا بلوك للـ IPs وللمتصفحات علشان المستخدمين الامريكيين ما راح يكونوا قادرين بانهم يستخدموها في اي مكان ممكن فهذا هنا شيء مثل الاهتمام وهذا شيء راح نحط عيننا عليه ورح نشوف كيف راح يتقدم ويتطور هذا الشيء طيب في الاخير هنا اشياء كبيرة وهي انه الـ FBI تسعى خلف ديشتال كيرنسي جروب وباري سيلبرد احنا عارفين بانه وينكل فوس غاضب جدا على باري سيلبرد ليش؟ لانه كاميرون وينكل فوس كان فيه عنده برنامج ربح على منصة تداول تبعهم اللي هي جيميناي وهذا تقريبا شيء انتم عارفينه والشركة الام ديشتال كيرنسي جروب كان فيه عندها كمان جينيسيس تريدينج وكاميرون وينكل فوس كان يقرض اموال المستخدمين لجينيسيس تريدينج وديشتال كيرنسي جروب ببساطة فرغوا جينيسيس تريدينج وشافوا نفسهم هنا في وسط هذه المشكلة وهذا ببساطة تفصيل وشرح للي قاعد يحصل كاتب هنا بانه ديشتال كيرنسي جروب كانوا عارفين بانه ثري ايروز كابيتل كانت مفلسة قبل اي شخص اخر واشتروا محافظهم من الجي بي تي سي فثري ايروز كابيتل طبعا مؤسسة كانت كبيرة ومعروفة جدا انخزفوا وتحطموا بالكامل ولكن اقترضوا اموال كثيرة من جينيسيس تريدينج وديشتال كيرنسي جروب كانوا عارفين كمان بانه افتي اكس كانت مفلسة ومر اخرى جينيسيس تريدينج اقرضت اموال كثيرة لفتي اكس فديشتال كيرنسي جروب بوساطة فرغت جينيسيس تريدينج وكانوا عارفين بانه جينيسيس تريدينج راح تفلس فيعني اخذوا اموالهم هذه هنا الاتفاقية توضح بانه ديشتال كيرنسي جروب اخذت الاموال من جينيسيس تريدينج أخذت قرض ما يقارب 20 ألف بيتكوين من جينيسيس وبعدها الأشياء بدأت بالتضارب والوضوح وهنا FTX و Three Arrows Capital فلست وما كان باقي أي أموال في جينيسيس تريدين علشان تدفع لهذه الشركات المفلسة لأنه ببساطة Digital Currency Group أخذت كل شيء من جينيسيس تريدين وحتى كذا جماعة الآن في عندنا هذه القضية حاليا هم يعني إيقاظوا شركتهم الأم بـ 620 مليون دولار هذه هي الديون أو القروضات اللي لسا ما دفعوها وعشان كذا الـ FBI الآن دخلوا في هذا الشيء كمان علشان نشوفوا الاحتماليات وإيش الاحتيالات اللي حصلت هنا في هذا الشيء فرح نشوف يا جماعة إيش اللي رح يحصل في هذا الشيء كمان أشياء كثيرة يا جماعة تكلمنا عنها اليوم أتمنى بأنكم استفدتم من هذا الفيديو شكرا لمشاهدة هذا الفيديو وأشوفكم في الفيديو القادم